أقسام زيارة القبور زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية الزيارة الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة خصوية في حقيقت مentinحة المخير من شروط في هذه العربية ثلاثة أن يؤمن خصني بين مافي هذه الزيارة لأن حيث أن يؤمن خاصة من هذه الحياة انتقل منها الى الدار الاخرة بيرنشي شارطة ادام قابرد زيارة قلتقانا ادام نييتي أولم دو اسكيري ولش كريك بارك اوزنو اسكير ديب بول جاشو ديب تولو جميز سوز تردو بول جاشو دان قيتات ديب اوزنو اسكيرتش ان ينوي بهذه الزيارة الدعاء له ولل أموات ادام بارتقانا قابرد زيارة قلب بانان نييتي اوزنو اسكيرتش دعاء الله دعاء الاموات من دون الله كانت زيارة شركية بل هي الشرك الأكبر اگر دي قابرد بارب تروب الله تعالى غميز الله تعالى غميز قابرد غميز قابرد غميز قابرد غميز بول زيارة شرك زيارة بول قلت بل هي شون شرك بول دندن چقرات رغان وإنوى بهذه الزيارة دعاء الله لكن عند الاموات يقول ان هذا المكان مبارك وكذا أريد أدعو الله سبحانه وتعالى مثلا زوجة أو رزق أو ما إلى ذلك هذه زيارة بدعية لا يسافر من منطقة إلى منطقة إلى زيارة القبور لا يجعلها عيد يعني كل جمعة كل شهر في عيد الأضحى في عيد الفطر يذهب إلى القبور يعني تعاد وتأتي كما يعود علينا عيد الفطر وعيد الأضحى نعم الزيارة تكون للرجال فقط لكن النساء يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن زيارة النساء للقبور من كبائر الدنوب Hولمى عيالك ورحمه الله على صفحة المساعدة لأعمل الفكار أفضل الأمسان دعوية على طوال